اللائحة اللائحة لم يكن فيها مفاجأة باستثناء زياش والذي زياش كنا نعرف انه غيس دعية رغم كل الطرف اللي حطت بالسوء التفاهم والمشاكل اللي كانت بالنسبة اللائحة بصفة عامة فهي لائحة عادية جدا محصورة كذلك على النقاط الارتكاز اللي كان عند خليلوفيتش كذلك اللي انه ممكنش باتاتا انه يكون فيها تغيير كبير نظرا لذاق الوقت ونظرا تلو سيستام باش لعبو الدراري ما تنظنش انه غي تغير الو سيستام دو جو بزاف بالنسبة لهذا النقطة دي الو سيستام اللي تيضروا على الناس فهي السيستام تينحاصر في الفيكتيف وفي نقاط القوى بالنسبة الجميع الجميع النقاط القوى اللي كان عند المنتخب الوطني فهي تتكمن في هاد التشكيلة اللي استدعاها وليد بالنسبة اللي استدعاء التشكيلة فهو استدعاء أجود ما عندنا من عناصر دائما تنقوله باستثناء الحمد الله ولكن انا بصفتي كإطار وكمدرب الحمد الله دار علاج ما يجيش لأنه بمجرد انه اي انسان يخرج من واحد المعسكار ديال المنتخب الوطني وليتي يحمل فيه قميص المنتخب الوطني فالمصير ديالوغ سيكون هكذا كيف ما هو يكون وهي ضربة اللاعب وضربة كذلك لديسيبلين انه انسان اللي قوي يخصه يتخذ المسائل بقوة والمركز ما يخصناش نعتمده على مركز لاعب واحد بالنسبة المقابلات الاعدادية فهي مقابلات اعدادية تتنحاصر في جوجك المقابلات لضيق الوقت كذلك تنظر الشيلي والباراقوايفا وما مدارس كوروية اللي تتنتاز بقوة وكذلك تتنتاز بتقنية وبواحد لغاجد الفانكراتي هذا شيء مهم اننا نلعبوا كونتر هذه المدارس كاستعداد المونديال بالنسبة لتشكيلة الاولى انا اقول تشكيلة الاولى لانه فيها العدد كثير فهي عنده الان عنده الان مقابلتين يقدر يزيد التالتة فهو غد يقلص العدد من طبيعة الحال عادي انه يقلص العدد من من نقاط القوة اللي غد تكون عنده ونقاط الطعف اللي غد تكون عنده كذلك في المنتخب الوطني بالعند وزياش بالنسبة لي انا فهو ربار لانه هم عندهم تجربة كذلك تجربة لا في البطولات اللي كيلعبوا فيها ولا في الفريق الوطني بالنسبة للفريق الوطني فهو مخطو خطوات كبيرة انهم يتأدبطوا مع الجو انا داك فبالاحرار الان وتنظن بان العقلية دي الواليد قريبة منهم بزاف وكذلك الجمهور كي يحبهم وما تنظنش انه غيكونوا نتائج سلبية اكتر منها ايجابية والمنتخب الوطني التصور دياله غي يكمن في الخطوات اللي اللي يقدم على فوزيق جاء فهو الان تنشوف بانه حصد الاغلبية دي الالقاب وجميع الفئات في تقلق جميع الفئات في اندماج مع الانجاز كبير وكان نجاح كبير بالنسبة للمغاربة ولا كان بسبب الافريقية وغيكون تجاه الوجهة ديال العديد من الفرق الاوروبية كذلك لانه الصدد دياله وصل لجميع اقترب العالم فشي اكيد ان المستقبل غيكون زاهر في جميع الرياضة وسخطوه في كورة القدم بالنسبة للسواليد الرقراقي تنطلب الله سبحانه وتعالى التوفيق وبالنسبة لللاعبين فهذا شي اكيد انه غيكونوا محفزين تحفيز جميع ما تيملكوا من القوة لانه راية الوطن والشعب المغربي كانت تدرون كله كانت تدرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر